السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشاف صلاح البتني قبل ما بدأوا فيديوه عنها اليوم ما تنسوش تصلي وتسلم الله رسول الله لأفضل صلوات اليوم شاء الله جبت لكم وصفة قلب اللوز لما كان شعائلة جزائرية في الشهر الفضيل تخلوا المائدة حاء من قلب اللوز جبتها بي طريقة سهلة بسيطة مقادير مضبوطة وأيضا بدون حليب بدون لبن بدون زيت فقط بالزبدة والماء والنتيجة بزف مرضية وأحسن منتع المحلات إذن ذلك خليكم معلوصا مع المقادير المشاهدة منتعى للجامعة نبدأ لبركة الله أول حاجة نبدأ مع الشاربات أو السيرو اللي رح نشربه به قلب اللوز تاعنا في كاسرنا نديرو ثلث كيسان انتع السكر أنا كيلت بهذا الكاس اللي يرفض 200 ميلي لتر معه خمس كيسان انتع الماء بنفس الكاس اللي نكيلو به السكر نكيلو به الماء عندي ثلث كيسان انتع السكر معه خمس كيسان انتع الماء عن بعد رح نخلطو كلش برد في برد نعودو نحطوها على النار كي نشوفوها هزة الغلية نحسبوها 15 دقيقة أو ربو ساعة نطفي عليها النار ونزيد لها فنجال تعمى ظهر ونخليها على جهة نخلطوها شوي نخليها على جهة حتى انتبرد نروحو نخدمو قلب اللوز تاعنا في إينا ولا كاسرنا نديرو لنا 650 غرام انتع السميد أي ما يعادل 5 كيسان بنفس الكاس اللي كينا شربت رح نكيلو به المقادير تاع قلب اللوز وبالنسبة للسميد يكون خشين ومخص قلب اللوز عندي أيضا لهنا ثلث كيسان انتع سكر أي ما يعادل 350 غرام رح نخلي لكم المقادير في صندق لوس بالغرامات وبالكؤوس وعندي اللي هنا قرصة تاع الملح نخلطو اللي هنا هذ المكونات الجافة كم مع بعض من بعد نجيبو كاس غربة انتع سمن أنا استعملت سمن المدينة تقدروا تستعملوا المارغارين رح تكون نفس النتيجة نخلطو هذي كاسمن ندخلوها في ذلك المكونات الجافة نخدمو بالملعقة ومبعد نخدمو براحة يدينا حتى نحسوا انه السكر هذك بدا يذوبنا وما تحسوش به من بعد اللي هنا رح نجيبو كاس غربة مزيج بين الماء وبين المظهر يعني كاس غربة تعماء ومظهر نخلطها أيضا شوي بالملعقة ومن بعد نخدمو بيدينا حتى نحسو بلي هذك المدخل في السميد من بعد اللي هنا رح نجيبو سيرفيات ولا صرفيطة ونغطيه ونخليه لمدة ساعتين يرتاح ونكملو مع بعض الوصفة بعد ما مرتا لي ساعتين نجيبو اللي هنا نصف كاس انتع الماء ومزهر يعني ضفنا في البداية قبل ما نخليه ويرتاح كاس غربة ماء ومزهر ومن بعد ما يرتاح نزيدو له نصف كاس تعماء ومزهر ونزيدو نخلطوه جيدا حتى نحسو أيضا هذك المازد ندخلنا في هذك الخالط ومن بعد نجيبو لهنا بلاتو للمقاس تعمو 25 على 35 وراح ندهنوه بهذاك السمن أنا نجتي نخدم في هذ البلاتو القديم لأنه ما يلصق ليش وما يحرق ليش الحلوية التاعي ندهنو مليح هذك البلاتو بالسمن ولا بالزبدة ومن بعد نفرغو هذك الخالط بتاعنا نحاولو نمشيو هذك الخالط على كامل البلاتو إذا حبيت انتو من القلب اللوز تاعكم يجيكم طالر شوية أو عالي شوية تقدروا تنقصوه في المقاس يعني تدري أقل من 25 و35 ولكن إذا حبيته يكون مليح برك تدري 25 و35 من بعد لهنا نحاولو نمشيو بالكوبات ولكن ما تضغطوش فقط تمشيو على الوجه فقط من بعد نجيبو لهنا الموس ونعلموه الحبات تاعنا ولكن الموس حاولو ما تدخلوهش للقاعدة نتاع البلاتو تاعنا نعلمو الحبات تاعنا بهذا الطريقة ومن بعد نجيبوه لنا حبات تاع اللوز ولا حبات الجوز ولا وش عندكم في البيت كو كو تقدروا حتى ما تديروش ونحطوهم في نص الحبات نتاع قلب اللوز بهذا الطريقة راح نفوتو الفرن على 180 درجة ونشوفو طابع اللي جوان مش يعلهم الفوق ياخذ لون محمر بهذا الطريقة لازم يكون أحمر موش أصفر ومن بعد نجيو اللي هنا نعسله بهذا الشربات اللي هنا شربت برده وقلب اللوز تاعنا راه سخون كي غير جبته من الفرن راح نعسله ونعود نرجعه للفرن بطبيعة الحال فرن نكونه طفيناه نعود ونرجعه للفرن ونخليوه لمدة ساعتين حتى نشرب هذا العسل الكامل بالنسبة لكمية لكتاع العسل اللي خدمناها أو شربت نخليوها كامل أو نضيفوها عفوا كامل من بعد اللي هنا بعد ما مرت عليه حوالي ساعتين وهو في الفرن الفرن كي ما قلتكم يكون سخون وما يكون شال طبيعة الحال ويشرب هذا العسل كامل أو الشربت هذي كامل نجيو اللي هنا نقسمه معاكم باش تشوفوا النتيجة بعينيكم اللي هنا شوفوا راو يتقسم بكل سهولة أيضا طبيعة الحال لازم كي نقسمه نقسمه على الخطوط هذوك اللي أعلمناهم قبل ما نطيبو قلب اللوز تاعنا ونجيوه اللي هنا انقرات وار لازم يكون قرات وار كاري باش تقدروا تهزلوا تهزلوا الحبة تعكم بكل سهولة وتجيكم سوا سوا شوفوا كيفاش بهذا الطريقة وقد ما تخليوا القلب اللوز تعكم يرتاح قد ما رح يعطيكم نتيجة مليحة اللي هنا نحطه في صحن وراح تشوفوا النتيجة بعد ما نقسمه لكم وبزاف مرضية وأحسن من تعلمحلات وكي ما قلتكم بدون لبن بدون حليب إذن ذي نتيجة الأخيرة إذا عشتكم لا فيديو تعانها اليوم عليكم إلا تبارتجيو لا فيديو مع الأصدقاء والإحباب ما تنسوش أيضا تخليوا لي أراكم في التعليقات أي وصفة بغيتوها خليوا لي أيضا في التعليقات ما تنسوش أيضا كثيرنا من اللي جم تهلوا في رواحكم صحة فطركم وسلام ترجمة نانسي قنقر